اعتماد التقويم المستمر في حساب المعدل العام للتلاميذ مع نهاية كل فصل دراسي أثار جدلاً كبيراً بعد أن خفض من النتائج خصوصاً المواد المعنية بالتقويم في الطور الابتدائي لكن للعملية هدف آخر بحسب الأساتذة لما الولي يريد يبحث عن أن الوليد هذا يرفع المستوى دياله مش يخوص على النقطة التي ترفعه المعدل دياله المراقبة المستمرة رحي فيها إملاء رحي فيها التعبير رحي فيها القراءة دقنتي وليدك يجيب في الولاقة يجيب تسعة أو عشرة وهو ما يعرفش ما يعرفش قرام ليه ولا ما يعرفش كتاب المليح ولا ما يعرفش دير التعبير ولا عنده أخطاء إملائية كيفاش تعرفت حكم يعني المستوى دياله غياب الإدراك الفعلي من قبل الأولياء حول أهمية المراقبة المستمرة والهوس بالنتائج أخلط المفاهيم حول الهدف الرئيسي للعملية هذه المرخاوف غير مبررة التقويم المستمر مهم جداً لأنه يقيص مستوى التعلمات عند التلميذ قبل الانتحانات النهائية أو الانتحانات القصية فأعتقد أنه يعطي للمعلم مؤشر ترجمة نانسي قنقر